الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وسحبه ومن ولاه دباله الليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كفال لا كفال خمسة وتسعينة ساعة وحمس رأسه أو العنوان قضية الأسارة دي بردتاقيته حقوا له معركات وحقوا له خبر وقلوا كله بعد حال نبي صلى الله عليه وسلم مدينة أقبلع والأسراء دي بحر بالأسراء وهم كلهم لهم طعبطوا ولهم عسروا قلوا باقوا من أسألهم من أباي من أعدو سبعين نفر علوه لكي قوت نفر يبقى بيلا تقتلاتهم حدقا تديبهم طباقة تديبهم والله سبحانه وتعالى قتليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر رايو وكم سأل لي لهم أنتو الأسراء التي تعرفهم علو دي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم باقوا ما تأبهم ولمسلمين اللهم شاورت ديبهم اللهم كفاني ديهم ننو أورو بيساقلوا دورة النبي صلى الله عليه وسلم على وعمه وان عباس على وكلهم نطبطوا من السنة ديتوا تقبوا طعمل علو اللهم للموضوع لنا يوم كفاني ديو ما ننسا ديبهم نسجن لهم نقتل لهم دي بلي موضوع نعيا أسراء لتهاقوا قبقوا وديب النبي صلى الله عليه وسلم شاورا يوم وكم سا شاورا يوم وقاما يوم دي بلي موضوع اللي ابو بكر رضي الله عنه بيلا فجيهة ننسى منهم ما لننسى و اوروكين روحتوا للدابة مال لدفع فجيهة ننسى منهم نتالقهم بيلا ابو بكر رضي الله عنه وعمر بن خطاب رضي الله عنه نقتلهم بيلا فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناي ابو بكر نسى فجيهة ننسى منهم بيلا وهته يعني لقيمتها من 4 ألف يب ثلاث الف لألف درهم على أربعة الف لدافع وثلاث الف لدافع وألف لدافع درهم لا ننسى منهم بالو وإلي لألوه يعني لكن كتابة للأمر وقراءة للأمر حسر منه ولاده مسلمين اللوهم العلم وإلا لفدياتنا يتقبي بهلا وإلي قدام حتى لألوه أو كمان إنسان للقرآن للأمر ولا قراء ولا كاتب ولا قراء حسن الله عارل مغنمنا ولاده مسلمين بيال النبي صلى الله عليه وسلم ودي بسرهم حتى لألبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ديبهم حسن منفضلوا وبفضل رب العالمين أحسن إليهم وأطلع صراحهم من بل فيديات من بل حتى لدافعوا في قراءهم وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني بفداء نعياء بإساء لأكات مال لأكات ومن دمنا لمال لأكات قلادت على اللي سلسال النبي صلى الله عليه وسلم قل خديجة لوادي عالا وهتا قل ورد تهايباتو عالد لنعي زينب وهتا حنتي العاس عالد وعلينا يعني وكم سلم أدتو النبي صلى الله عليه وسلم أعمر يا ومر فقد يا وأعمر لكم سلسال الأكات واللنعي سيتو نعي خديجة أم الأمني رضي الله عنه فاستأذن من الصحابة من الصحابة استأذن يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حنى ورحمة وفقد وشفاقات ما أدتو استأذن يوم ومبل اللي قلنا تألقكم سلسال بعدام وخلاص بيلو ومبل مقابل مبل فدي طلق اللي لكن شرط على شرط اللي ولتو قل حدقا لأنو تديب دين عنو تديب دين وحادت قياق بلا وهتا مدينة مطأت عندها عجرات زينب وكم سلسال اللي بسلامو بلا سبب الله ورطى النبي صلى الله عليه وسلم بل فدي طلق النبي صلى الله عليه وسلم قل للعاس أدي كمسا اليهود يبلو وكثلي وفاة ابنته صلى الله عليه وسلم رقية وزواج ابنته مكرزوم دي بلا يامل قدق عربا النبي صلى الله عليه وسلم بسل قدوا البدر فضره زي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد علات و النبي صلى الله عليه وسلم قدوا البدر عند الفضره وعثمان بن عفان دي بحنته وحلت اغلها دي حالة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان ترفى مثلا الحالتها مرت عباني تعالت ومسلا ترفى والنبي صلى الله عليه وسلم بيرين تمسل سيدك ترف وان شاء الله أجرنا يبدر بك وتنصيبنا نعيك بك كمان من سبيء ومن سلاب ومن غنائي مؤلي ويعني وسامك كمان باب بن زيد داك تعرف على وتتوفيت النبي صلى الله عليه وسلم دي لعقبل وإلى دفنه وحقوما إلى دفنه وخلاص وقته بشارتنا فاتحوات الطوم وحقوما خلاص خلاص ومنا يعقل صحوه وضفنا وويشي وفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببشارت من كان لنا فرما طاوة طلعيام اللي توفيت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هو شوي استقرروا معنه وإيام طنها أديما من نقوعده حتي يقل عثمان هبيو بديد زينب رقية هادة على ودهين أم كرثوم لأتحده ويقل عثمان بن عفان وقال لبي عثمان بن عفان ظن نورين لسام أبا كلا وارد النبي صلى الله عليه وسلم هادة هو الرقيه هادة على وحر لأم كرثوم الاهدا واسكمة ديب شعبان سنة تسعة من الهجرة نبر علت وديب توفيت وديب الغقيع دفنت ديب المدينة المنورة لكفار اللي ديب اللي انتهت لأسرك مسألة عامل ومسلم وولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت وحتى كمسألة اسمان هدايا اللي كفار اللي ديب اللي انتهت اللي انشاء الله ديب بكفار اللي تمطي حقو بدر ما حصله بعد بدر لقين رأيتو وقزوات نايبان يقينقا عليا وكمسليهو قزوات السويق عليا اللي ديب بحلقات اللي تمطي يقين رأيانتن تكفار اللي تمطي واسكلها دحنو أمان وعافيت وديب خير من ترأيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة